فضل وثواب وعطاء قراءة سورة يسين بسم الله الرحمن الرحيم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فوائد رائعة وثواب كبير وعطاء كبير من الله لمن يقرأ سورة يسين خليني راجع معاكم الأحاديث اللي قالها النبي عن سورة يسين وبعدين نفهم ليه كل دوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء قلب وقلب القرآن سورة يسين قلب يعني ايه قلب قلب يعني ايه قلب القرآن اكتر حرف القرآن تحس فيها ان قلبك بينبض سورة تساعدك على الاحساس العظيم بالله كأنك تراه احساس كبير قلب القرآن اللي بينبض لما تقراها تحس ان قلبك متعلق بالله اه ده الحديث الاولاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقرأ سورة يسين في ليلة ابتغاء وجه الله يعني يحاسس بيها او يشوف برضو حتة القلب جت اتغاء وجه الله الا غفر له في هذه الليلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة يسين في ليلة يسر له امره في هذه الليلة ومن قرأ سورة اليسين في يوم يسر له امره في هذا اليوم سورة اليسر توسع لك الابواب تخلي يومك كل يسر لو قرتها في ذلك اليوم الناس اللي عندها ازمات وحس ان اليوم اللي جاي والفترة دي ان كلها طحنة تقرأ سورة يسين الحديث الرابع والاخير للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ سورة يسين عند ميت الا هون الله عليه برضو من اليسر وهون الله عليه عشان كده الناس بتقرأ سورة يسين على المقابر ساعة ما يكونوا بيدفنوا ميتهم ويمشوش من قدام الميت الا ما يقرأوا سورة يسين لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انها بتهون على الميت ايه سر سورة يسين سر سورة يسين انها بتحرك في قلبك ان تعبد الله كأنك تراه راجع كده معايا الصورة كلها عظمة ربنا كلها ان احنا هنقف بين ايدينا ربنا كلها ان الملك كله بين ايدينا ربنا مالك الملك كلها بتتكلم على الاحساس بالله كلها بتوصل للإحسان الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه حاسس بيك اوي يا ربنا سورة يسين بتساعدك انك توصل للإحسان عايز تحس ان انت من المحسنين عايز معنى الاحسان يجبر جواك عايز تعبد الله كأنك تراه نفسك تعيش وتتذوق المعنى ده اقرأ سورة يسين كتير يبدأ اليسر يتحرك في حياتك يبدأ المغفرة تتحرك في حياتك يبدأ قلبك ينبض لان قلب القرآن يسين اقرأ سورة يسين بنية الوصول الى ان تعبد الله كأنك تراه الاحسان الاحب الى الله من كل صفات الناس شكرا والسلام عليكم ورحمة الله